تشكل صناعات الأثاث رقما مهما في معادلة الصادرات التركية نظرا للجودة العالية التي تتميز بها وسع الصناع الأترك إلى زيادة إنتاجهم حتى يمكن الوصول برقم الصادرات إلى أكثر من 6 مليارات دولار نهاية 2022 بلغ حجم صادراتنا في يناير الماضي 325 مليون دولار ونسعى للوصول لأكثر من 6 مليارات دولار مع نهاية العام ونشهد زيادة عدد الدول والشركات المستوردة للأثاث التركية ولا شك أن إغلاق الصين ساعد كثيرا في زيادة التصدير من تركيا وعلى عكس قطاعات عانت خلال وباء كورونا زادت المبيعات في قطاع الأثاث بنسبة كبيرة تتنوع الأسواق التي تستقبل الأثاث التركية بين دول العالم المختلفة وهذا ما عكسه الملتقى الأخير لمصنع الأثاث والذي شهد حضورا مكثفا من جميع أنحاء العالم وأصبحت دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والعراق وليبيا في قائمة المراكز العشرات الأولى في الدول المستوردة للأثاث التركي وكانت قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي والورق قد حققت العام الماضي حسب بيانات اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في إسطنبول عائدات بقيمة 7 مليار دولار وحقق إجمالي صادرات القطاع نموا منسبة لا تقل عن 26% لعام 2021 مقارنة بعام 2020 وترى تركيا في الأعوام المقبلة فرصة كبيرة لرفع رقم صادرتها من الأثاث بأعلى من هذه الأرقام ووصول أثاثها لعدد أكبر من الدول ترجمة نانسي قنقر